بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوا وعصاك رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك فيقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فلما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فيارب أنت تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم يا ربي أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك ولا ترضى لي العذاب أفترضاه لي يا ربي وأنت أرحم الراحمين فالله عز وجل هو أرأف من الأم بولدها فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به اعمل ما شئت فقد غفرت لك فعندما عصى آدم ربه قال له الله يا آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني فإذا رجعت إلي تبت عليك فمن أين تجد إلها مثلي وأنا الغفور الرحيم فيا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى الأرض وأذل نفسك من أجلي وانكسر في حبي حتى إذا زاد شوقك إلي وإليها تعال لأدخلك إليها مرة أخرى يا آدم كنت تتمنى أن أعصمك قال آدم نعم فقال يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برحمتي وعلى من أتفضل بكرمي وعلى من أتودد وعلى من أغفر يا آدم ذنب تذل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين فرحمة الله تعالى هي التي تدخل عباده المؤمنين الجنة يوم القيامة ولن يدخل أحد الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب فبعد أن مات جميع الخلائق ينشق القبر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك للعرض على الله عز وجل وهو صلى الله عليه وسلم أول من يخرج إلى الحشر فيتضرع ويقول لله سبحانه وتعالى اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولكني أسألك أمتي أمتي يا رب العالمين فينادى من قبل الله عز وجل يا محمد وعزتي وجلالي لو قسمن القيامة بيني وبينك أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي فلا تضيع أمة بين الرحيم والشفية فيمر الناس على الصراط فمنهم مسلم مخدوش وناج مسلم ومنهم من يلقى على وجهه في النار حتى إذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأذن لنا فيهم أي في الشفاعة فيأذن الله تعالى ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون أقواما ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد مما أمرتنا به فيقول الله تعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرين ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد مما أمرتنا به فيقول الله تعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد مما أمرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين ثم يدخل جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يقال لهم ادخل الجنة فإذا جاءوا على أبوابها سألوا الله جل وعلا شيئا مما يرونه فيقول الله جل وعلا لهم لكم ذلك وعشرة أمثاله معه فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أرحم الراحمين ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول الله عز وجل أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسبحانك اللهم لا مفر منك إلا إليك وسبحانك اللهم لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر